مشاهدين دورة الألعاب الأولمبية قد تكون ساحة التنافس بين كبار الأبطال الرياضيين ولكنها أيضا هي ساحة للتنافس الحاد والشرس بين كبرى شركات صناعة الملابس والأدوات الرياضية فبعد أن آننت الشركات الرئيسية في هذا السوق عن نتائج أعمالها للربع الثاني في هذا العام دعونا نستعرض ما هي تلك الشركات وطبيعة المنافسة في هذا السوق طبعا بالنسبة للمقارنة بين أكبر ثلاث شركات في سوق الأدوات الرياضية دائما ما كنا نتكلم عن أكبر شركتين منافستين نتحدث عن نايكي وأديدس ولكن اليوم أيضا لدينا لاعب ثالث وهو أيضا شارس وخصوصا في أمريكا الشاملية نتحدث عن أندر أرمور بداية مع شركة نايكي نتحدث عن قيمة الشركة 91 مليار وتسعمائة مليون دولار طبعا تفوق أديدس بحوالي ثلاثة أضعاف تقريبا بينما أندر أرمور هي فقط 16 مليار وتسعمائة مليون أما لو نظرنا إلى أداء السهم منذ العام 2006 عدنا عشر سنوات تقريبا في التاريخ نتحدث عن نايكي استعد أن ترتفع بأربعمائة وخمسة عشر في المائة أديدس عانت بعض الشيء من المتاعب خلال السنتين الماضيتين ولكنها عدت لستعيد نشاطها خلال العام الحالي 2016 وكانت مكاسب بحوالي 29 و39 في المائة خلال العشر سنوات أما بالنسبة لأندر أرمور فستطعت أن تتفوق بالنسبة لإداء السهم وارتفاعات بأكثر من 700 في المائة أما بالنسبة لمكراراتها الربحية فنلاحظ بأن نايكي هي الأقل نسبيا 22.3 لأجل 12 شهر أديدس 27.8 ولكن أندر أرمور طالما أنها شركة لازالت في طور النمو نتحدث عن مكرارات مرتفعة 55 ولكن للك من يراهن على مستقبل هذه الشركة المبعات الفصلية لنظرنا إليها بالنسبة لنايكي 8 مليار 240 مليون أديدس تقريبا نصف ما يتبعه أديدس حوالي 4.99 مليار أما بالنسبة لأندر أرمور فلتتجاوز المليار دولار في المبعات فيما يتعلق بالنسبة للحصص السوقية لهذه الشركات لو نظرنا إلى مبعات أمريكا الشمالية الفصلية في عام 2016 طبعا نايكي هي من يستحول على السوق حاليا نتحدث عن مبعات بـ 3 مليار و700 مليون دولار ولكن لو قررنا ما بين أديدس وأندر أرمور فنراحظ بأن أندر أرمور تحاول اليوم منافسة أديدس بالنسبة لحصصتها السوقية اقتربت منها تحوالي 820 مليون دولار أما بالنسبة لأغلب أرباح أندر أرمور هي طبعا تأتي من أمريكا الشمالية أما بالنسبة لباقي الدول لو نظرنا إلى نايكي 48% تأتي من أمريكا الشمالية بين 58% من باقي دول العالم أديدس لازالت فرصتها أكبر لأنها فقط تحقق 19% من الإرادات تأتي من أمريكا الشمالية وهي بالفعل تحاول منافسة في هذا السوق الضخم و91% من مبيعات أندر أرمور تأتي من أمريكا الشمالية ولكن بإمكانها أيضا أن تبسى في المبيعات لو نظرنا إلى النسبة فقط الضئيلة التي تحققها من باقي أنحاء العالم لو نظرنا إلى أندر أرمور وكيف اخترقت طبعا هذا السوق تلاحظوا معنا فقط بالنسبة لنمو المبيعات يعني منذ عام 96 سنة تقريبا كانت فقط مبيعاتها بحدود المائة ألف دولار تقريبا وهذا النمو الصاروخي الذي شهدناه في المبيعات إلى أن وصلت إلى حوالي 3 مليار وتسعمائة مليون في عام 2015 بالفعل كانت مبيعات قوية بالنسبة لأندر أرمور وهي لازلت في طور النمو والبعض يتوقع مستقبل أيضا إيجابي بالنسبة لهذه الشركة خلال السنوات القادمة أما بالنسبة لكيفية اختراق هذا السوق طبعا نتحدث نحن هنا عن عدة عوامل بداية التركيز على تقديم منتجات ذات جودة عالية طبعا أيضا نايكي وإدلاس ولكن الاستفادة أيضا من شرائح السعر المرتفعة وخصوصا في أبريات المتحدة الأمريكية الانفاق على البحث والتطوير دائما نراحظ بأن أندر أرمور هناك انفاق على الـ R&D Research and Development وعقود رعاية للمجموعة من أبرز الرياضيين طبعا وهكذا تتنافس الشركات الرياضية بالإضافة للاهتمام بجانب التصميم الجذاب للمنتجات وطبعا هنا نجحت أندر أرمور بشكل كبير بالإضافة إلى مساحات كبيرة في صالات العرض وهذا طبعا كل هذه العوامل ساهمت إلى هذه الارتفاعات الصرخية في مبعاد الشركة